السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين مرحبا بكم جميعنا وبكل المتابعين النهاردة بقدم لكم وصفة المكارونة يا جماعة على طريقتي المكارونة الطويلة أو الاسبكت زي ما بتقولوا كمان معاها كباب سريع كده وصفة سريعة لكل اللي عايز أو محتار يعمل أكل إيه النهاردة يجرب وصفتي وعلى طريقتي إن شاء الله هتعجبه وشوفوا معايا أهم شيء الملحظات اللي هقولها في الفيديو إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى دية المقادرة اللي أنا هستخدمها زي ما أنتم شايفين أنا استخدمت ثلاث حبات من الطماطم وحبة بصل فقط وفصين ثوم وكل المكونات زي ما أنتم شايفين فرمطم في بعض وعملت عليهم اثنين معجون من الطماطم طبعا يا جماعة دي الطريقة بتاعتي اللي أنا معتمداها وطريقة سهلة في تهجيز الصلصة سهلة جدا من غير أي تعب ولا أي إرهاق ومن غير ما حط ميا في الخلاط ولا أي حاجة دي بتديني نتيجة سريعة لو ما عندكش خلاط للهند بلندر ممكن تعملها في الخلاط بشوية ميا بتطلع معاك نتيجة جميلة دلوقتي أنا هجيب خمسين جرام من الزبدة حطتهم في الجريلة عندي كده على النار سيحتوموا هبدأ أجيب بقى الكباب بتاعي وهحطه طبعا الكباب ده جايز يعني أنا مش عاملاها يا جماعة أنا جايبها جايز أكلة سريعة كده وإن شاء الله بقى نزل لكم بعد كده وصفة الكباب الجميل من غير ما تشترونه من بره ولا أي حاجة وإن شاء الله تكون طعمها يكون طعمه جميل جدا بإذن الله زي ما أنتوا شايفين هحطوا بقى في الخمسين جرام فقط من الزبدة في الأول حطت خمسين جرام من الزبدة وهتلاقوني بعد شوية إن شاء الله هزود يعني معلقة زيت أو معلقتين زيت زي ما أنتوا هتشوفوني في الفيديو إن شاء الله بحيث الزبدة ما تتحرقش معايا في الجريل تمام؟ زي ما حضركم شايفين به ديها ريحة حلوة جميلة وطبعا الكباب جاي متاب الجاهز أنا بحط الزيت أمامكو زي ما قلت هوت يا جماعة الكباب زي ما بقول جاي جاهز متاب اللي بتتبلته معايا بس إن أنا بطلعه بعمله وإيه بحمره كده في الزبدة بيبقى طعمه جميل مع الأكلة الماكرونة اللي أنا عملاها السريعة تابعوا معايا الفيديو للآخر علشان تعرفوا أهم الملاحظات وأهم حاجة إيه اللي حصل معايا في الفيديو ده علشان الكل يستفاد لإني طبعا زي ما قلت إن أنا بقدم الحاجة بطريقتي طبعا يا جماعة لإني بحب أحط تكاتي في الأكل يعني مش لازم ما بحبش أخد يعني قال ما أديري أنا أشوف حاجتي أنا وأشوف النتيجة يا طرى النتيجة بتاعتي هتطلع مضبوطة معايا وهتكون مرضية علشان أفيد نفسي وأفيد غيري وطبعا أفيد المتابعين بيتوعي وعايز أقول ده ما قلت إن الأكل ده فن أنت بتقدر تضيفي حاجات وتشيلي حاجات المهم الطعم النهائي يكون معاك إيه زي ما تشايفين كده ماشاء الله الكباب بتاعي بسم الله ماشاء الله خلاص الحمد لله جهز وبألف عافية علينا وعليكم جميل جدا واللون خطير هبدأ بقى إيه أكمل بقية مكوناتي بعد ما خلصت الكباب هحط بقى في نفس الجريل هحط ما يعادل كده مع لقتين زيت كمان على الكمية اللي كانت موجودة وهحط بقى إيه أنزل بصوص الطماطب زي ما أنتوا شايفين ماشاء الله ولا قوة إلا بالله وابدأ أحط المكونات كده وقلبها في الزبدة في الزيت كده ماشاء الله وابدأ أجيب بقى البهارات طبعا يا جماعة أنا ممكن كنت أحط يعني معلقة سكر ولكن أنا عندي دبس الرمان قلت أجيب بقى دبس الرمان بالفوائد بتاعته الجميلة وحطها زي ما أنتوا شايفين وحط بقى معلقة صغيرة من الكمون وهحط بقى كمان ربع نص ربع معلقة صغيرة من السماق بيدي طعم جميل أيضا عايزين تستغنوا على الخطوة دي براحتكم وجبت كمان عليهم نص معلقة صغيرة من الفلفل الأسود عايزين تحطوا أكتر براحتكم وأجيب بقى معلقة صغيرة كاملة أنا كل المعالق اللي هستخدمها صغيرة نهار ده معلقة إيه صغيرة من الكزبرة بتبقى تديها نفس جميل ومعلقة صغيرة من الملح كل مكونات أحطها وقلبها في بعضية يا سلام بقى لو عليها مرق الدجاج يعني مكعب مرق الدجاج اللي كنت أحب أن أنا أحطه بس يعني إن شاء الله في المرات الدجاج أنا بحب أحطه بصراحة هو جميل جدا ومفوش أي حاجة يا جماعة الناس اللي بتبقى تقول إن هي فيها أخطار لقدر لا لو فيها أي خطر مش كان نزل وكان صرحوا به وبعدين إحنا مش بنستخدم الكيميات اللي هي الكبيرة يعني مش عايزة يا ستي تستخدم مرق الدجاج وخايفة والآن منه ممكن لو عندك مرق اللي هو الشربة الشربة أو أي نوع شربة حطيها تدي نكهة جميلة مش عندك زي حالاتي عادي بالمية واشتغلي تمام؟ كله هيؤدي إلى الطعم حط بهراتك مسوية والزبدة بتدي نفس هيبقى الأكل روع ومفيش أجمل من الأكل المستبك المتضبط عندك في البيت وبألف عافية علينا وعليكم دلوقتي أنتوا شفتوني حطيت على صلصة المكارونة وبدأت أحط المية بالتدريب زي ما أنتوا شافين كده بالخطوات اللي أمامكم الطريقة دية أنا عملتها بالصراحة لو أنت سلقت المكارونة كان أسهل عليك بكتير من الطريقة دي الطريقة دي نكحت معي الحمد لله تمام؟ ولكن أخدت مني مجهود مجهود إيه بقى كل شوية أفتح وأقلب واشوف المكارونة محتاجة مني مية ولا لأ ولا لازقت ولا ملازقتش المكارونة الطويلة بتحتاج جهد بتحتاج جهد ومتابعة تمام؟ فأسلم طريقة يا جماعة للمكارونة الطويلة بالذات اللي أنت تسلقيها وطبعا بتجهزيها على جنب وتكون الصلصة بتاعتك زمان لما التها بنفس الطريقة وتحطيها طبعا إيه بعد ما خلاص الصلصة تسبكت بتحطها بتديها طعم رائع وكمان بتتحكمي في كمية الصوص بتحبى مثلا الصوص بتاعك يبقى كتير حبى يبقى قليل براحتك زي ما انتوا شايفين المكارونة نزلة هيت ما شاء الله ولا قوة إلا بالله مستوية وشكلها واضح جدا للناس بيتقول الشكل واضح أمامكم يا جماعة هيت بنزلها في الطبق أمامكم ما شاء الله ولا قوة إلا بالله الحمد لله نجحت ولكن زي ما قلت قبل كده يعني أنا ما حبش المتابعين بتوعي يعني يعني يتابوا الخطوة دي اللي أنا عملتها اللي أنا عملتها لما حطيت المكارونة على الصلصة وستهم يتسبكوا مع بعض وبدأت حطيت تقريبا أربع كبيات من المياه بالكبيات الشاي على كسين المكارونة دولة تمام طلت النتيجة نجحها الحمد لله ولكن محتاجة جهد محتاجة جهد في التقليب يا جماعة فأنصحكم طبعا يعني من وجهة نظر وانتوا أحرار لو حابين تعملوا نفس الطريقة اللي أنا عملتها نهارده يبقى كيس مكارونة واحد فقط هيبقى أسهل عليكم في الجريل لأنه طبعا يا جماعة يبقى سهل في التقليب يعني أنا حطيت اتنين فكانوا كتير في الجريل وأنا بقلب فتعبني بس الحمد لله بالصبر طلعت المكارونة نجحت الحمد لله زي من أنتوا شايفين كده ما شاء الله ولا قوة إلا بالله أتمنى وصفة تكون عجبتكم وما تنسوناش يا جماعة في اللايك والشير والاشتراك والانتساب في قناة طبقة أسماء وكمان تشجيع القنوات المتسبة معايا قناة وصفات النوشو ومطبخ نوجا وانتظروني في كل ما هو جديد والسلام عليكم ورحمة الله